السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من سوبر نينو زي ما تعودنا ان سوبر نينو توفير وتدبير رسولة والقناة منوعة شاملة كل حاجة اه القناة بتاعتنا منوعة اه عايزة بس من نقوة قبل ما نبدأ الفيديو ان انتوا تدعموني كومنت ولايك حلوة من نقو اه ولو ما اشتركتوش تشاركو في القناة شيو سألكو كل جديد من الفيديوهات المنزلها القناة بتاعتنا فيها كل حاجة وشاملة كل حاجة النهاردة عمل لكم روفيو حلوة قوي عن التونر بس قبل ما نعرف اه اه الروفيو ايه التونر ده لازم نعرف يعني ايه تونر للناس اللي ما تعرفوش التونر يا بنات هو اللي بيتنظف البشرة من الجزور يعني بيخلي البشرة بتاعتي نجيفة مية في المية ما فيهاش اي حاجة اه وكمان قابض للمسام اه احلى حاجة في التونر ده انه هو بيشيل كل اثر الميكوب وبيشيل الاتريبة وبيشيل كل حاجة وبيخلي البشرة بتاعتي نوكية زي البيبي ده شكل التونر ده انا جايباه من مايوي مش جايباه من من بره جايباه من كاتالوج مايوي فحابيت اعمل لكم روفيو عنه عشان اللي حابب يجيبه ده الشكل وكده مكتوب عليه اهو قابض للمسام لجميع انواع البشرة ده احلى حاجة فيه انه هو لأي نوع بشرة يمشي معها اه تاني حاجة اللي لازم تعرفيها اللي هو الحجم بتاعه 70 ميلي حجمه حلو جدا يعني هيقعد معيك فترة طويلة عايز اقول لك كمان ان هو مكوناته فيه ميت ورد وميته برده مفيدة للبشرة والجليسلين وانسلين وبانسلين الحاجات دي كلها مفيدة بالبشرة طب يا نينو انا بستخدم ازاي التونر ده اه بعد ما بخسل وشي بالغسول بتاعي اه اي نوع غسول مناسب لبشرتك بتروحي جاية تنشيفي وشي كويس جدا بعد كده بتجيبي قطنة وتحط عليها التونر زي ما احنا شايفين ان هو ميت كده فلازم على قطنة او على منجيل لان مش هينفا يتحط على ايديك كده هيبقى مش حلو جدا واحنا عايزين نشوف كمان نشوف الحاجات اللي بتطلع من الوش هتظهر لكم على منجيل او القطنة اللي بتستخدميها فعشان كده بندهنه على قطنة او منجيل وبنبدأ ندلك بالوش في حركات داقرية لانه زي المية كده عايز اقول لك ان هو ريحته حلو جدا اه يعني ما فيش ايش مزاز منها حجمه مناسب اه فعلا بيشيل بقيا الميكوب اه من الجزور اه بيقبض المسام يعني مش بيوسعها دا بالعكس بيخليها المسام لو مسامك واسعة هو بيقفلها اه بعد طبع ما بتخسله وشك بتبقى المسام بتاعتك كلها انفتاحها هو بيقفلها عشان فيه ميت ورد اه طيب بتستخدميه ان غسلت وشك بتبدأ اي بقى ان ان انت اه تجيب القطنة بتاعتك وتحطي عليها كمية مناسبة وتبدأ تدلكي في حركات دائرية كده بالقطنة اه لحد ما تلاقيك شربتي الوشك في حركات دائرية فبتعملي مساج مساج للوش بتاعك وفي نفس الوقت كمان بتشيلي كل بقاية الميكوب الاتريبة كل اللي تعرضت له خلال اليوم بيطلع بينظف تنظيفة عميق بجد حلو جدا جدا التونر يا بنات اه فيه ناس يستخدمه كمزيل من الميكياج بس انا بفضل يعني كاستخدام ان انت تستخدميه بعد مزيل الميكياج بعد ما استخدمت مزيل الميكياج بتاعك امسحي بالتونر هينضب بقاية الميكياج حتى لو انت شايلة بالمزيل هتيجي تمسحي برضو بالتونر بالقطنة بتاعتك هيطلع باقي الميكوب حتى اللي فوق العين وتحت العين وكله بيشيل كل الميكياج بعمق حلو جدا بجد انا انصح ان انتوا تجربوه والناس اللي ما تعرفش يعني ايه التونر التونر منظف للبشرة عميق غير الغسول ده حاجة وده حاجة غير اللي هو مزيل الميكياج التونر حاجة ومزيل الميكياج عشان محدش يضحك عليك ده حاجة وده حاجة مزيل الميكياج كله وظيفته انه يشيل الميكياج انما التونر بينظف الوش بيشيل اي اثر من الميكياج من الاتربة يعني مش للميكياج بس اي حاجة في وشك بينظفها بعمق وبينظف المسام وبيقبض المسام معك بس كده يا بنات آآ ده عن آآ عن التونر بتاع مايوي انا كتجربتي معاه انا كنينو افضل اشتري تاني ولا انا اشتري بصراحة عايز اوريكو شكله برضو في الكتالوج للناس اللي ما تعرفوش آآ ده في كتالوج مايوي اهو ده الشكل بتاعه اللي هو ده ده الشكل بتاعه نازل الشهر ده شهر واحد باثناشر جنيه وربع مكتوب عليه تونر للبشرة قابض للمسام لجميع انواع البشرة يعني لو بشرتك دهنية او حساسة او اي نوع بشرة مختلطة وجفة يمشي معاكي مفيش اي اضرار منه مفيش اي قلق منه خالص آآ مفيش اي مواد ان انت يتقلقي منها تقولي لأ ما ينفعش ان انا استخدمه بالعكس خالص التونر آآ حلو جدا جدا للبشرة مع استخدامك لبعد فترة انت هتلاحظي ان وشك بقى منور ولو المسام آآ واسع عندك هتلاقيها بدأت ان هي تقفل فحلو قوي 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 بجد يا بنات آآ هجربوه آآ وتمنوا على قد الايد اتناشر جنيه وربع مش مبلغ على حجمه ده مش كبير مش صغير حجمه بيقعد معاكي فترة طويلة ورحته حلوة جدا وآآ عايزة جبيه من بره فيه انواع آآ تانية بس انا ما جربت بصراحة اللي هو بتاعه ميوي عجبني جدا وبرضو لو جبت حاجة جديدة هبقى اعملكو الفيديو عنها وقول لكم رأيي فيها بس كده يا بنات ده كان الفيديو بتاع النهاردة يا رب اكون قدرت افتكو واستنوني الفيديو جديد وزي ما اتعودنا لو حابين نزلكو اي فيديو او حابين نعمل روفيوهات عنها واي فيديو زي ما اتعودنا ان الكناف دهيتنا منوع شام لكل حاجة واي حاجة واستنوني الفيديو جديد